السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزارة الطاقة بتعلن عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى للعمل في مختلف مدن المملكة العربية السعودية بتعلن وزارة الطاقة عبر موقع الرسمي بوابة التوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى بجميع مناطق المملكة العربية السعودية بعدة مسميات من ضمن هذه المسميات مشرف فريق مراقب ميداني أخصاء علاقات موظفين هذه الصفحة الخاصة بوزارة الطاقة وهذه الوظائف المتاحة هنا يمكنك التنقل بين الصفحات عرض الوظائف أخصاء علاقات موظفين فني أعمال لوجستية خبير تطوير عمليات وإجراءات سكرتير أخصاء أول تواصل وتقارير أخصاء أول مشاريع بحثية محل الرصد وتحليل خبير أول رصد وتحليل أخصاء رصد وتحليل أخصاء دعم إداري أخصاء هوية مؤسسية مصمم هوية مؤسسية أخصاء أول مستودعات رئيس قسم حماية البيانات مسؤول إداري أول أخصاء أول قياس أداء أخصاء قياس أداء خبير أول خدمات الداعمة خبير الخدمات الداعمة أخصاء أول هيدروجين نظيف أخصاء أول تنصيق واتصال خبير دعم إداري مسؤول إداري مسؤول إداري أول مشرف فريق مشرف فريق الظهران مشرف فريق المدينة المنورة مشرف فريق الأفلاج مراقب ميدان المدينة مراقب ميدان الطائف أخصاء توطين الخدمات خبير توطين قطع النفط والغاز خبير سلامة ووقاية أخصاء سلامة ووقاية أخصاء أول سلامة مهندس خبير مشاريع هندسية رئيس قسم حماية البيانات والأنظمة أخصاء أول ترخيص خبير أول تخطيط أخصائي تخطيط أخصائي تخطيط مراقب ميدان الأحساء مراقب ميدان ينبع مراقب ميدان الأفلاج مدير العمليات الرقابية بالمنطقة تابوك وبريدة والمدينة المنورة وجازان وسكاكة وغيرها من الوظائف والمسماعات الوظيفية المتاحة إزارة اطلاع على تفاصيل الوظيفة التقدم عليها إضغط عليها هكذا سوف يعرض لك الغرض الوظيفي والمهارات المطلوبة والموهلات العلمية تقوم بالضغط على تقدم الآن تقوم بكتابة البريد الالكتروني كلمة السر إذا نسيت كلمة السر اضغط هنا طبعا إذا لم يكن لديك حساب وتريد إنشاء حساب تضغط على تسجيل جديد تفتح لك الصفحة الخاصة بإنشاء حساب جديد هنا حمل السيرة الذاتية الاسم تقوم بكتابة الاسم اسم العائلة البريد الالكتروني كلمة السر ثم تاريخ الميلاد والجنسية وكيف سمعت عن موقع الوزارة ثم أوافق على الشروط وضغط على إنشاء حساب جديد وابدأ في التقديم على هذه الوظائف أتمنى طبعا للجميع في النهاية التوفيق شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر